المظاهرات اللي عم تصير احتجاجا على العمل الارهابي كويسة ممتازة والله يعني عبيب بيظهر عنا الان انه في ناس عندهم وجدان انه نحن هدولي الالمان يعني شو عملونا غير الخير ما شفنا منهن يعني يقاوون لهالناس وقعدوهن وسكنوهن وعطوهن كل متطلبات الحياة يعني أهلين يا أكسام يعني نجي نضرب نجي نضربهم بالسكين طيب ليش بيقلك واحد انه والله انتقاما لغزة شو عملتلون المانيا لغزة شو عملتلون شو العلاقة المانيا هادولي الناس اللي كانوا مبسوطين وانه عقاحتفلوا ببلدون بلدون مر عليها خمسمائة سنة مبسوطين انه الناس وطنيين بيحبوا بلدون شوفران يا أسام يعني ليش تفوت تضربهم بالسكين يعني هدولي عداء الحياة يعني بس يشوفوا مكان فيه حياة بيقوموا بيطلع العنصر الاجرامي تابعهم يعني هنه ناس مجرمين بدون شك انه بسنة يمكن 2017 16 او 17 دخل واحد على ناس سهرانين براس السنة عابيروا اصوا وبغنوا ومبسوطين وجايين يعملوا سياحة في تركيا من كل انحاء باستنبول من كل انحاء من كل انحاء الوطن العربي يعني فيه سعوديين وكويتيين وقطريين واماراتيين وفيه سوريين وفيه مصر وفيه اتراك فات واحد معه بارودة رشاش صار يفتح برو الشعلي هون اتلوا 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 اتل عدد كبير من الناس شو هذا يعني شو الغدر اول شي هذا اللي دخل على الناس محتفلين صار يضربهم بالسكاكين هذا غدار لانه هنا ناس ما نمستعدين لانه يضربوا يعني ما مستعدين يدافعوا عن نفسه عبروا قصوه مبسوطين مكيفين غدر غدر وقزارة هنه كله يعني هنه جبناء صراحة وغدارين غدارين انه نحن ناس مبسوطين قاعدين عم نرقص عم ندبوك مكيفين تفوت تلنا حياتنا مو ملكك مو من حقك بدو قال ينصور غزة هدول اهل غزة تعلموا انه نحن يعني بنعمل عملية عساس عملية بطولية ايه ومنحطوا الناس تحت الامر الواقع اللي بيجي بيدعمنا على هاي العملية الغلط ايه اصلا كلها غلط ايه بنشكره واللي ما بيدعمنا منقول عنه هذا متصاهين مجرم متصاهين يعني انا بالفترة الاخيرة تعرضت لحملة غريبة من نوعها ما فهمت اشو سببها يعني يعني انا صاحب رأيي قلت رأيي ما عجبكم لا تسمعوا لا تتداولوا لا تنتقلوا روحوا حكوع ضد رأيي بس انه تروحوا تشنوا علي حرب يعني انه اندال اندال قطيع يعني هنه عبارة عن قطيع ليش قطيع انه بده ان الناس تمشي معهم يعني حتى في واحد قال لي بصريحة العبارة كتب لي انت محسوب علينا فشرط انا كون محسوب عليكم انا ماني محسوب عليكم ابدا انا محسوب انا سيد نفسي انا ما حدا سيدي انا سيد نفسي انسان حر انا انسان حر ماني عبد لحدا وجه واحد قال لي هذا يزيد سيدك قلت له سيدك انت يزيد ابن معاوية سيدك انت ما هو سيدي انا انا ما بدي حدا يكون سيدي انا رجل حر انت عبد يا اخي روح دور ع حدا يكون سيدك اما انا انا ماني مضطر انا يكون حدا سيدي ليش بيشو المناسبة انه يكون شو المناسبة يكون يزيد ابن معاوية سيدي انا ليش انا سيدي ما بصير لا ما بصير سيدي ما بقبل منه انا لا هو ولا غيره يعني مين هو مين ما بدي انا حدا يكون سيدي يا اخي ما بتقبل واحد يكون انسان حر غريبة غريبة انه انا ما بدي حدا سيدي بيقول هذا سيدنا قلت له سيدك انت انا مو سيدي يعني شو الدليل او شو يعني منين جبت ليها هاي هاي العبارة انه هو سيدي ليش انا سيدي وانه لما بيقول واحدهم فلان سيدي بتلاقيه مبسوط هيك سيدنا انا شو سيدي ليش مبسوط خيب يعني ايش اللي هو ايش هو اللي يخلاك تكون مبسوط انت لازم تكون سيد نفسك الانسان المانو سيد نفسه هنصوروا انتو الدستور الالماني المادي رأم واحد لا مساسة بحرية الانسان او بكرامة الانسان رأم واحد انه الانسان رأم واحد هذا ما بصير حدا يقرب عليه نحن منحتقروا للانسان نحن منحتقروا ومنقتلوا ومنضربوا يعني عندنا الاخوان المسلمين في ادلب صاروا يقتلوا اهلهم صاروا يقتلوا اهاليهم الحملة اللي صارت الي سبب انه انا قلت يا اخي اللي صار اسمها حرب اهلية اذا انت عب تقتل اهلك انت عب تحكم مع اهلك بالاعدام وبتقتلهم اهلك اهلك مو الغرب يعني مو الطوائف الاخرى انت عب تقتل اهلك واذا ادناك هاي حرب اهلية بتزعل شي غريب حرب اهلية طبعا بدون شك قتلوا اهلهم وصادروا اموال ولاد عمهم واهاليهم من عدا ما صادروا اموال او عقارات المسيحيين والشيعة وناس اللي يسمون يعني حدا حدا بصادر اموال اهله وبيقلك نحن مع الحق انتو تأكلون الحق انتو ماكن مع الحق انتم اكلت حقوق يعني شغلتكن وعملتكن انه تاكل حقوق الناس واذا اجي يوم اذا اجي يوم وانتو اعتوا بايدون لهذه الناس رح يفرجوكن يطالعوا الخمير والفطير منكن انتم فكرين انه شغلة هاي انه مطولة ما رح تطول رح يجي يوم يقتلوكن لانه لانه مثل ما انتم بديتوا بقتل الناس مثل ما انتم عبتقتلوا الناس وبتسلبوهم أملاكم رح يجي يوم ينتصروا عليكم وقت ينتصروا عليكم رح يسحقوكم سحق يعني لانه انتم بالاصل انتم اللي بديتوا بالاجرام مع الناس واحد عبيقول رأيه انا عبيقول رأيه اشو الاساءة اللي اسأتلك ايها انت بتقول رأيك طول النهار بتطلع على المنابر وبالجوامع وبالمقازن وبتصيح وبتهاي عبتقول رأيك نحن زعلنا منك شي نحن قلنا لك لا تقول رأيك عملنا عليك حملة نحن ما عملنا حملة عليك نحن الجماعة انا انسان صاحب رأيي وانا بدي يقول رأيي بيجي واحد اليوم بيقلي لا تحكي بالدين ولا تحكي بالسياسة وحكي اش ما بدك مين انت لتقلي مين هذا انت قلت له بدي يحكي بالدين وبالسياسة غصب عنك قام كتب لي انا انا عب بيحكي معك باحترام شوفوا كمان بيكذب انه شلون احترام اذا عبتقلي لا تحكي بالسياسة ولا تحكي بالدين يعني معناته انت ما بتفهم بالدين وما بتفهم بالسياسة عبتقلي انه انت ما بتفهم وين الاحترام فرجعت قلت له انا انت قلت رأيك وانا عبقول رأي وبيحترمك انا ورأي اللي بيحترمك اللي عبقلك يا وهو بيحترمك فيه انا انه بدي يحكي غصب لعنك انا اكتر واحد في العالم بكره هذا نظام الدكتاتوري تبع نظام الاسد اكتر واحد في العالم واكتر واحد عاد لهذا النظام هو انا لكن ما رح تحسن سقطه ورح يبقى وانتو رح يندأس ع راسكم بالصرام بالمناسبة يعني انا ماني معصب عب بحكي عب بحكي الحقيقة انه طيب لك انتو ما بتاخدوا دروس انو بشوفوا شغلي ما بتفهمو واش لو ما صار بشهر 12 2015 من وقت الهلأ لازم تضلوا ساكتين لا تجيبوا سيرة السورة او الانتصار عن نظام لازم تسكتوا من شهر 12 2015 لما اجد طيران الروسي وبلش يدق فيكن كنتو وصلانين لمشارف حما ولمشارف اللاتئية انتو بتجيوشكن يعني بمجموعاتكن مسلحة اخدتوا اراضي كتير ومدن كتير لما اجا النظام الروسي بعد طيران وبلش يقتل فيكن لازم تاخدوا درس انو معناته هذا النظام انتو ما بتحسن سقطوا انتو ما بتحسن سقطوا فيه عندكن عدوين قاعدين عاستنوكن اذا اذا بدكن تعملوا دولة دولة داعش تنظيم الدولة الاسلامية في العراق والشام بتجي امريكا بتعمل حلف جوي عدد من الدول قصطول جوي وبتجي بتبلش فيكن قتلة حتى تنهيكن امريكا نهتهم للدوعش هن امريكا مع الكرد يعني في جماعة كوباني وغيره بالالفين واربطاش سياسة اوباما كانت انو نحنا بدنا حلفاء في سوريا يحاربوا معنا تنظيم الدولة الاسلامية في العراق والشام وما بدنا نسقط نظام بعدين نحكي بتسقط نظام سياسة معلنة انو بدنا حلفاء ما لقوا حلفاء من جماعة السوار السنة العرب ما لقوا راحوا عند بيدي جماعة الكرد وتحلفوا معهم بعدين شكلت متل ما بتعرف قصد قوات سوريا الديمقراطية هدول تحلفوا مع الامريكان وأنه تنظيم زل وصلنا له كل واحد في دولة هذا موزل يعني أنا مثلا كاتب سوري ليش أنا قاعد في ألمانيا هاي مثلا انت سوري مثلا من حلب أو من إدلب اشو اللي وصلك عالسويد انت اشو لك شغل بهذه البلاد ما نشغل نحن بهذه البلاد بس نحن طفشنا طفشنا لأنه البلاد تبعيتنا هاي الشمال سوريا اللي هي بلادنا ما بنحسن نعود فيه وعند نظام ما فينا نعود فطلنا وبيقول لك كرامة نحن هلأ عاشيم كرامة يعني هلأ مثلا أنا وقت الألمان حبيقولولي خيو أهلا وسهلا فيك وهاي راتب وهاي بيت تسكن فيه وهاي طبابة وهاي خرجي تجيب كويس كويس ما قالولي ولا واحد منهم في يوم من الأيام ما في واحد ألماني كلمة سيئة معنا لكن مع ذلك نحن ما عندنا كرامة وي كرامة كرامتنا مهدورة نحن شعبنا في قسم كبير منهم عايش في المخيمات والناس اللي عايشين في المخيمات هن عايشين من قلة الموت يعني إذا ما أجتهم سلال إغاثة وحد أوزعلهم أكله وقبز ومو بعرف إيش بيموتوا متجوع في منهم صاروا يطلعوا على التك تو يقولوا نحن بدنا وردات بحثوا لنا وردات ما بعرف إيش من شاء يعيشوا يعني أنه بيكون مساكين ما بحسنوا يعيشوا ولا شي هاي كرامة وين الكرامة الناس اللي عم يحكوا بالكرامة ما بيهمون هدول الناس اللي قاعدين في المخيمات لو كان عندهم كرامة كانوا تركوا كل شي كل المواضيع الأخرى كانوا ناموا عليها سكروها وقاعدوا يفكروا كيف نرجع هدول الناس لبيوتهم هاي مهمة وطنية وسورية إذا أنت ثوري مهمة ثورية ووطنية أنك تعمل على إعادة الناس لبيوتهم أنت قاعد في أوروبا ما عليش يعني أمورك كويسة بس هدوك الناس وهذا اللي بيجي بقى بعد ما يقعد ويتفى هون يبدو بقى يعمل دولة إسلامية وبدو ينتقم لغزة نحن شو دخلنا سبعين سنة نحن في ظهر القضية الفلسطينية مثل السيف ادفعنا أثمان باهظة في سبيل الوقوف مع الدولة أو القضية الفلسطينية لكن نحن مو صار عنا قضية ولا لا ما في شي اسمه هل القضية السورية القضية السورية مين واقف معه يعني لا السوري لازم يترك قضيته يروح يعتبر غزة ويحيى السنوار اللي بدي يروح ينتقم بالإسرائيليين كانوا حيبسينه كرمال نساعد يحيى السنوار نترك سوريا بلدنا نحن الحقيقة تاركينا نحن تاركين كل شي نحن الجماعة ما عنا وطنية ما عنا وطنية ولا عنا كرام ولا عنا ولا عنا شي نحن ما عنا نحن ناس ما نقيمة والله نحن ناس ما نقيمة نحن ناس تعبانين بس تقول أنا إذا أنت مصري إذا أنت مصري بتقول أنا قضيتي مصر يا أخي ما قضيتي أنا غزة ولا القدس بيقوموا بيطلعوا عليك الإخوان المسلمين بلايفات ويوتيوبات دكتور محمد داود إنسان مصري محترم قاعد عبيحكي الكلام عادي قال أنا بيهمني مصر أنا إنسان مصري بتهمني مصر أنا إشو علاقتي بالقدس هيك حكى هالكلمتين وقال هو القدس لأنه المصريين ما بيحكوا بالقاف طلعت مصخروا عليه وعملوا له حملة مثل الحملة اللي عملوا عليه إنه أنا ليش قلت إنه نحن سوريا قضيتنا يا أخي خلينا نخلص من قضيتنا السورية ونحط بعدين غزة والقدس وفلسطين عراسنا ما بنا نخلص من قضيتنا لا قضيتنا ما مشكلة ما أنا مشكلة لأنه بدك أنت تلحق لهم هن الإخوان المسلمين فتحوا معركة في غزة هن الإخوان حماس اللي أعلنوا بوسائقهم بدستورهم إنه فلسطين وقف إسلامي ما بصير حدا ما بإسلامي يدخلها وبيقولوا لك ليش المسيحيين ما عبقفوا معنا مثلا ما أنتوا عبتقولوا فلسطين وقف إسلامي ليش عبتعتبوا على المسيحيين هدول المسيحيين أنتوا عبتقولولهم ما بدنا يقول لا إنه معلش يخلي يدعمونا يعني هنه لازم المسيحيين يدعموهم رغم إنه إيش عبتقولوا إنه فلسطين وقف إسلامي هيك الأخوان بدك تمشي عكيفهم نزيل بشوري أطلع بأورنتوري هيك هذا كانوا لعبة يلعبوها في البيوت قبل ما يصير في تلفزيونات وموبايلات في لعبة إسما زيل بشوري تلعب أورنتوري إيه الإخوان المسلمين بيقولوا لك إنه قضية تقية قضية غزة هلأ هنه فتحوا حرب ترك سوريا أنت إن شاء الله سوريا تنقبر تقبر ساعتها يوقعوا البقية الإحجار اللي واقفهم سوريا يوقعوا ما بيهمون هنه إنه بالدنيات توقف معهم وبيطلع واحد مبارح بيكتب لي بيكتب تعليق في واحد ما تضامن معي دخل عبيكتب تعليق بنوع تضامنه مع هذا هذا يمثل الخطاب الصهيوني قال أنا عمثل الخطاب الصهيوني أنا والله الخطاب الصهيوني شو بيقول ما بحرف يعني حقيقة ما بحرف شو بيقوله الصهيوني لأنه أنا متابع الأعلام الصهيوني أنا أنا عبقول أنه أنتو عبتخوضوا أنا حرفيا عبقول أنتو عبتخوضوا معارك بتعرفوها بدأت تخسرها بتخوضوها وبتكون الناس تقولكم صح شو يكون أنتو عبتش تقولوا صح بتدخل تضرب يوم واحد وبترجع لتحت الأرض بتجي إسرائيل بتقول كل الناس اللي فوق وما أنك عمللون ملاجئ للناس الناس الفؤرة التعبانين اللي بلش السماء تمطر عليهم قنابل وما أنك عمللون أنت ملاجئ يتخبوا فيها يبدك تقول له لا بس هذا اللي عملته صح برافو عليك وزا ما قلت له هيك بيطلع واحد بيقول لي أنت تتبنى الخطاب الصهيوني ليش بدت تتبنى الخطاب الصهيوني ليش أنتو تركوا تركوا الصهيوني على الطرف أنتو أشو اللي عملتو أنتو هلأ عبتطالبوا بعودة إسرائيل لحدود ستة أكتوبر أنتو عملتوا عملية بسبع أكتوبر بعد كل هاي الخسائر اللي خسر الشعب الفلسطيني المسكين الغلبان أنتو عبتقولون هلأ طلبنا الوحيد أنه إسرائيل ترجع لستة أكتوبر وأنه تعفي عنهم يعني أنه ما تقتلوا لجمعة حماس وأنا بأكد لك مو معلومات هيك قراءة يعني لأنه أنا ما لي علاقة مع إسرائيل ما ما تصدقون أنه أنا والله بتبنى الخطاب الإسرائيلي يعني بعرف الإسرائيلي بس من خلال مراقبتي لما يجري بقل لك أنه إسرائيل بدأت ضل تقتل قادة حماس لما يضل ولا واحد منهم وبندأت ضل تقتل الحرس السوري الإيراني لما يضل ولا واحد منهم وجماعة حزب الله ما بدأت خلي أحدا منهم وين بدأت يروح إسماعيل هني راح عإيران عطهران أتلوه في قلب طهران وين هذا فؤاد شكر هو أول شخص عسكري في تنظيم تبع حسن نصر الله اللي هو حزب الله القائد العسكري رقم واحد هداكا حسن نصر الله تبع حكي وخطابات وسياسة بس اللي اللي عم ينفذ العمليات العسكرية تبع حزب الله هو فؤاد شكر أتلوه علما أنه أمريكا ما حصلت أمريكا من 82 لليوم أو من 83 لما هو هذا فؤاد شكر عمل عملية تفجير انتحارية ضد مقر المارينز في لبنان المارينز اللي هني قوات الأمريكية أول عملية انتحارية اضطرت أمريكا تنسحب من لبنان على أسره وحطت 5 ملايين دولار مكافأة اللي بيجب لها راسه لمن لهذا فؤاد شكر فإسرائيل جابت راسه ما بدأ توسع الحرب هلأ لأنه إسرائيل إذا بدأ تدخل في مغامرة حرب ضد إيران في أرض إيران حرب واسعة يعني تحتاج إلى أنه تكون أمريكا معها وهذه الفترة الانتقالية هلأ التحضيرية للانتخابات بهاي الفترة ما بيدخلوا بحرب واسعة إذا بدأ يدخلوا بحرب واسعة بعد ما ينجح ترامب إذا نجح ترامب وعطاهن ضوء أخضر بيروحوا بيعملوا عملية واسعة في إيران في حدا كتب لي في التعليقات شو الحل برأيك أنا ما بقدم حلول لحد أنا ما شو صفتي أنا قلت أنا في بداية هذا البس أنه أنا إنسان صاحب رأي وهذا الرأي قد يصيب وقد يخطئ وقلت رأيي أكتر من مرة أنه أنتوا بتكون تحرروا فلسطين بتكون تحرروا فلسطين قوموا بعمل مدروس عملوا عمل مدروس أنه هذا العمل اللي بدنا نعمله يؤدي إلى تحرير فلسطين أو إلى تحصيل مكاسب من فلسطين من إسرائيل للقضية تبعيدنا يعني مو شرط نحن ندخل بعملية نحسن نحرر فلسطين من الأرض أو من المي للمي لا نحن ما نقوم بعمل يؤدي إلى تحريك القضية بحيث أن المجتمع الدولي يجي يتضامن معنا ويعني ناخد حقوق بس أنت إذا بدك تروح تعمل عملية تقتل فيها مدنيين وتصور المدنيين اللي بتقتلهم وتزيعهم العالم بدي قول ما هدول هدول لأنه اللي بدي يحارب لتحرير بيحارب العسكر ما بيحارب المدنيين أنت في عسكر في إسرائيل هن اللي خصومتك معهم أنت مو مع المدنيين الإسرائيليين لأنه لما بتجي بتحارب مدنيين إسرائيلي صار العالم ضدك ما صار معك ما بتحسن تاخد تعاطف من الناس إذا أنت عبتحارب مدنيين أنت عبتخسر بعدين أنت بعد ما عملت هاي العملية صارت تقول وين العرب الخونة المجرمين العرب طيب أنت قايلوا للعرب أعطيهم خبر أنه أنا بكرة بدي أعمل العملية شو رأيكم بتدعموني ما بتدعموني لما بيقولوا عن واحد خاين أنا بهاي الحملة اللي صارت عليه في ناس صاروا يقولوا عني خاين أول شي الخاين كلمة مطاطة أنه خاين لشو وخاين لمن وشو المقياس عندك للخيانة وبعدين بيجي واحد بيقول لك الخيانة ليست وجهة نظر لك شو الخيانة يعني يعني أنتوا فهمان أنه الخيانة ليست وجهة نظر يعني أنا إذا قلت هاي هو سبب الكلام أنا قلت أنه السوريين بدل ما يدخلوا حروب خاصرة مع إسرائيل يدوروا على حل بديل أنه يروحوا يعملوا تسوية يعملوا مفاوضات يحطوا دول وساطة أنه روحوا توسطونا مع إسرائيل خليها تقعد معنا لنلاقي تسوية للقضية ونحن بدنا نحقون دماء شعبنا بدنا نوفر الأموال تبعنا مثل ما عمل المرحوم أنور السادات اللي أنا بجله قدروا كتير وقدروا لأنور السادات عمل حصل الأراضي اللي تبعوا وعمل معاهدة حقنة دماء المصريين من السبعة وسبعين لليوم النتائج على الأرض معروفة لو المصريين عبيدو خلوا حروب هلأ كنت شفتهم عبيش حدوا لأنه ما عندهم موارد المصريين ما عندهم موارد مثل الخليج مثلا مثل دول الخليج ما عندهم يعني دولة عايشة على الشغل وعلى الأعمال وعلى التجارة وعلى الزراعة وعلى شوية الصناعة بس ما عندهم موارد كبيرة مثل اللي بيكون عندهم نفط بيطلع من تحت الأرض الأموال فحقن دماءهم وحقن اقتصادهم وحماهم يعني الرؤساء اللي يجوا بعده كلهم ضلوا من التزميم مع هذا السلام لأنه شافوا شغلة كويسة هلأ بتجي أقول لك واحد لا بس يا أخي هداك الزلمية يعني هو خال قضية أصلا لو ما نسحب لو ما نسحبت مصر من المعادلة كانت إسرائيل بتظل خايف فيه وحاس بحساب ايه صح هذا الكلام بس بيقلك أنا شو بدي بالأخير يعني هو قال لحاله شو بدنا نحن بالأخير نحن وقت اللي عند ندخل بحرب مع إسرائيل عم نحارب أمريكا هيك قال السادات علنا قال أنا عشرة أيام بحرب 73 الأخيرة من الحرب العشرة أيام كنت عم نحارب أمريكا أبداً ما مع إسرائيل عالآن عالآن مع أمريكا وهذا الشي اللي هلأ عبيروحوا بيشتغلوا حروب ضد إسرائيل بيعرفوا أنه بس تهدد أمن إسرائيل بدا تيجي أمريكا بدا تيجي أمريكا توقف معها بكل قوطة وجبروتة بدا توقف مع إسرائيل ما مسموح بهزيمة إسرائيل ما مسموح ما نهزمت ولا بحرب حتى بتلاتة وسبعين مع أنه باغتوها الأيام الأولى من العرب رجعت قلبة الهزيمة لأنتصار إذا ما قلنا تعادوا لا انتصار يا سيدي وطوئت الجيش الثالث غربي القناة في مصر واخترقت قطاع الشمالي في سوريا يعني إسرائيل ما نشاله سهله ويوم اللي شعرت أنه فيه تهديد من الفلسطينيين في لبنان الوجود الفلسطيني في لبنان لما إسرائيل شعرت فيه تهديد في سنة 82 دخلت على لبنان اشتاحته وصلت لبيروت لحتى قضت على الفلسطينيين الموجودين وطالعتهم برات المعادلة اللي بعدين انسحبت من لبنان يعني معناتها أنا اللي عبقوله ماهو خيانة ليش؟ لأنه أنا بحب بلدي بحب سوريا بحب فلسطين بحب مصر بحب الأردن بحب العراق يعني هذول البلدان أنا بحبهم بردلون الخير واعتبرونا يا أخي نحن ناص ناصحين لأنه لا منحشك ولا منسب ولا منخون ولا منكفر حدا ونحن عم نحكي سياسة عم نقول أنه بحسوا أنتوا عن طريقة لكسب قضيتكن تكون مؤمنة يكون نتائجها مضمونة أو فيها نوع من المنطق أما أنت تجي للمطرح المطرح اللي مبين أنه إسرائيل قوية عسكريا وبتجي لمحل ما هي قوية عسكرية منذك تجابها ولهلأ ولليوم الخطابات شغالة لهلأ ونحن بدنا أن يخطبوا أنه ولكن القضية وكله أشملت لهم إليك لا إسرائيل ما بتوافق وهنا كذابين وهنا محتلين أرضنا وهنا طردوا شعبنا وهنا شردوا الخطابة نفسها بيخطبوا طيب أنا في بدقون شغلي هون كتير مهمة أنا الرأي اللي قلته غير ملزم لأحد مو هذا الرأي كل شي حكيته بحياتي هلأ صلي سنتين عامل قناة على اليوتيوب يمكن ما في فيديو عملته إلا قلت أنه هذا رأي ولكن هو غير ملزم لأحد رأيه رأيه ما نو ملزم طيب إذا كان رأيه ما نو ملزم وأنا ما لي وزن ولا لي محلم الإعراب ولا أنا رئيس ولا أنا منظمة لا ما عندي شي بس رأيه طيب ليش مفلسين لأنه أسهمهم تراجعت أسهم الأخوان المسلمين تراجعت الناس صارت تكرهون الناس صارت تكرهون الدول صارت تحاربون اللي كان يمولون سكر الحنفية يعني الأخوان المسلمين ماشيين باتجاه تقهقر كحركة كانت مسيطرة على بلادنا كلها الأخوان المسلمين فمفلسين وقت بيكونوا مفلسين وعبي يجو له مثلا بدي يحاربوا نظام الأسد عبي يطلع نظام الأسد أقوى منهم بيجي مثلا روسيا بتوقف معه إيران توقف معه دول يعني بتجي توقف معه بيقتلوهم بيدوسوا عراسهم للأخوان إيه إيش بدي يعملوا بيطلعوا على واحد إنه هذا من بهد له من سبه ما له حدا يعني هيك بيشتغلوا ابن سلمان سكر لهم حنفيات التمويل بالسعودية على القتل مستحيل مستحيل في السعودية حدا هلأ إحسن طالع قرش باتجاه بره كانوا فاتحي لهم حنفيات قبل للأخوان المسلمين خاصة في مصر كانوا مولون إلهم للجماعات السلفية بالهبل أموال بالهبل تجي من الكويت هلأ ليك أمير الكويت شو عمل سكر لهم البرلمان كمان حل البرلمان في عم تصير شي ضدهم للأخوان في شي ضدهم يعني في محلات كان إلهم فيه مكان هاي عم تتسكر الشوارع تبعنا الشارع العربي الشارع البلاد تبعنا بلش تكره لأنه شافوه هنه شافون قديش راكدين عا بلموا إغاسة بيجيبوا بيأخذوا بيسرقوا بنهبوا وبيعملوا سروات وبيقتلوا الناس وبيحاكموا الناس وبيقمعوا حرية الناس ايه ما بقى بيحبوهم الناس وبيقول لك ما أنا غير هذا خطيب هذا نجي الصوت نحطه ومن بهدله وعلى فكرة أنا ما بحطهم على بالي يعني أنا أمس من فترة حكيت مع كل أصدقائي قلت لهم يا أخي إذا حدا كتب علي لا حدا يبعتلي يعني صورة اللي ما بدي يشوفه بالمناسبة من سنتين عملوا حملة طويلة علي بالأخير أش طلع منا ولا شي لأ وبعدين أنه يجبروني أنه أنا أسكت ما بحسنوا أنا بدي حكي أنا لا أمتلك غير قلمي وصوتي هدول الشغلتين بكتب وبحكي خلي هن يشقوا حالهم خلي شقوا حالهم أنا زلمي ما أحد يحسن يمنعني من الحكي كانوا بحسن يمنعونا من الحكي في وقت معين يعني لما كنا عايشين بسوريا مثلا بالفترة هاي الفترة اللي كنا فيها بسوريا حتى بتركيا يعني في قللهم سطلطة قللهم سطوة هلأ ما بحسن وما بحسن أربع لنا ترجمة نانسي قنقر